اشتركوا في القناة السماء الذي يكسبها وقارا وجدية وجدية حيث يلبس التسبيح الألفاظ أثمن أوزانها الشعرية ويخرج الصوت البشري حاملا زبيحة النغم على أسمى طبقاته والمعاني ترتفع وتتدرج في رقتها ومشاعرها حتى تبلغ أوجي الإلهام فيرتفع معها قلب الإنسان بتلقائية حتى يواجد الله وترتفع الجماعة كلها بنفس السهولة وبألفة فائقة الحدود لحدود البشر حتى تبلغ أعلى درجات العبادة التسبيح هو زي اللحظاتك بتعمله دلوقتي الدراما الميديا أسف الدراما الميديا وإن كان فكرة الميديا هو التشخيص علشان نوصل الله للإنسان أصلا أصلا تجسد المسيح هو كان فكرة مشابهة كده أنه الله بعدما كلمنا في القديم بالأباء والأنبياء بأنواعا وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه في ابنه الذي نظرته عيوننا ولمسته أيدينا هذا نشر له من جهة كلمة الحياة استدعاء الله تشخيصه ده أهمية التسبيح وأخذ الحواء يعني باختصار كده عبارة عن طيارة بتعمل بتفضل تضغط على الجاذبية الأرضية لغاية ما ترتفع فوق الأرض وأول ما ترتفع قوتها بتشتد وبعد ما تشتد تطلع تبقى فوق السحاب وبعد ما تبقى فوق السحاب حرية الحركة بتبقى عظيمة جدا والمناظر الإلهية بتبقى أرواع